انت المدرب كابتن جمال السلامي بقول لك بده بده انه اللعيب يخوضه مباراة تنافسية مظبوط بده دوري ثلاثة سبيع على الاقل هذا ورؤية الكابتن جمال السلامي على حسب اتحاد كل القدم فيه رده على بيان الاندية بقول لك لازم الاندية تلعب ثلاث مباراة تنافسية قبل تصفيات كاس العالم ممتاز طيب الاندية هي اصلا واصلة مراحة تنافسية قبل الدوري ما راح تصلها عشان هيك احنا منقول خلي اللعيبة معاك يا اخوان انت لعبوا مباراة تبدك اياه لعبهم مع منتخبات اوروبية افريقية ايش ما بدك سوي خليهم معاك ما ترجعهم على الاندية الاندية مش جاهزة وهي الاندية بتقول لك انا السلام عليكم اصدقائي انا اتمنى تكونوا بخير والله خير محبوبكم في قناتكم وقناة نفس الخبر اصدقائي في هذا الفيديو سوف نرى ما قال الاعلام الأردني على تجهيزات المنتخب الأردني منتخب النشامة بقيادة جمال السلامي قالوا لان جمال السلامي عنده واحدة رؤية وبغاية يدر واحدة تجهيزات قبل انه يمشي ويلاعبه يعني تصفيات كاس العالم اصدقائي ماذا نطول عليكم ونجد تفرجوا في الفيديو اخي اراضيكم تعليق لايك والبارتاج لما رأيك يجعروا عن نجميس الشرك في فعث الجرس باش يبقيت يبقى يصل دائما بجدية الفيديوات خليكم تفرجوا في بديونات لقب الخضية السلامي استلم زمام الأمور وبدأ معسكره الداخلي وينظر الى معسكر تركيا وكل ما يتحدث به لسا بدا تعرف اكثر اليوم في هذه الجولة التدريبية للمنتخب الوطني اكيد زمين نصاي لغبين كان متواجد وعدى هذه المقابلات اليوم كاميرا القناة الرياضية تتواجد في ملعب البتراء لتقطيع تدريبات النشامة قبيل المغادرة لمعسكر تركيا رح نجري بعض المقابلات مع بعض اللاعبين وايضا مقابلة خاصة مع المدير الفني جمال السلامي كونوا معنا في هذا التقرير الخاص اجرى منتخب النشام لللاعبين المحليين تدريباته البدنية والفنية على ملعب البتراء بقيادة المدرب جمال السلامي ضمن معسكره الداخلي استعدادا للمشاركة في الدور الثالث والحاسم من التصفيات المنديالية ألفين وستة وعشرين حيث تحدث السلامي عن أهمية هذا المعسكر والذي يأتي للتعرف أكثر على اللاعبين والوقوف على مستواهم الحقيقي لدينا هدف كبير طبعا الحال هو التأهل إن شاء الله الكأس العالم بالنسبة للمعسكر فالهدف منه هو التعرف على مجموعة من اللاعبين اللي كانوا في اللوائح السابقة للمنتخب الأول وكذلك لعبين مميزين من منتخب الأولمبي اللي شاهدتهم في مجموعة المباريات فهدف معسكر نعطيهم فرصة أولا حتى نقف على إمكانياتهم وأهلاتهم السلامي أكد على أن باب المنتخب مفتوح لكل من يثبت نفسه في أرضية الملعب وأن النشام أمام اقتبار حقيقي في التصفيات الحاسمة التي يهدف من خلالها المنتخب خطف إحدى بطاقات التأهل لنهايات كأس العالم الفين وستة وعشرين المنتخب الأردني هو منتخب الجميع منتخب اللاعبين لمارسو في الأردن لمارسو خارج الأردن وحتى مزدوجي الجنسية إذا كانوا مؤهلين للدفاع عن حدود المنتخب في المرحلة المقبلة فسيكون مرحب بيهم اللاعبون أكدوا على أهمية هذا المعسكر للتعرف أكثر على أفكار المدرب الجديد وترجمة أفكاره بشكل جيد في أرضية الملعب المرحلة الجاي مرحلة كثير مهمة للكرة الأردنية نحو تحقيق إن شاء الله تاهل لكأس العالم طموحاتنا كبيرة وكلنا منسعة إن شاء الله نكون حاضرين بكأس العالم لكن نازل نكون حاضرين ومركزين أكثر يعني إن شاء الله يكون نتجم وعجب وقت مناسب مع الكابتن جمال كانوا فتر التوقف نجهز أكثر ونكون حاضرين بشكل أكبر وأنه المدرب كمان جمال يتعرف على اللاعبين بشكل أكبر إن شاء الله يبدأي جديد مع الكابتن جمال سلامي لكن هي بنفس الطموح وبنفس الأهداف وهي التأهل لنهاية كأس العالم والحمد لله الأمور بتبشر بالخير بالنسبة للمنتخب الوردني إذن نبدأ الحديث عن المنتخب الوطني أبو سامر أنا ما بدأ أطلع عن المألوف بدأ نطلع عن الأسئلة المعتادة ونبلش معنا إذن بدي أسألك ما أهمية هذا المعسكر الداخلي هو التحضير لمعسكر تركي ورح تجاوبني إنه بدو يتعرف أكتلك بدأ نطلع نترك هالموضوع وندخل على طول في العمق الرجل دائما يمكن له ثلاث مقابلات دائما يتحدث ويقول بأن باب المنتخب مفتوح وأنظر للاعبي المنتخب الأولمبي وكأنه يقول بأن هيكل المنتخب الذي تواجد في آسا سيكون هناك تغيير في المراكز وسيكون هناك من المنتخب الأولمبي هل هذا الكلام مقنع؟ طبعا بالتأكيد لا مش مقنع؟ ولا يمكن طيب ليه دائما بعيد وبكرر المنتخب الأولمبي يمكن شاف ضغوطات على مواقع التواصل الاجتماعي من جمهير الأمدية من بعض اللاعبين لهم قاعدة جمهري كبيرة لبعض الإعلامين اللي عندهم قناعات في بعض اللاعبين وهذا حقوق لكن بالأخير قرر المدير الفني حلو تعمل يعني اليوم منكون على يعني إحنا دولنا كإعلام نضع أمام الجهاز الفني واللعبين كل الإشي الظروف اللي بيتريحه فممكن إحنا نقول له فيه لاعبين كذا فيه لاعبين برا الأردن فيه لاعب مغترب فيه لاعب بالدوري فيه لاعب كذا لأنه لسه ما شاف فإحنا دورنا نكون نسويه هل هو بيقول لك باب المنتخب مفتوح طبعا بكل الأحوال لازم يظل مفتوح أنت عندك تصفيات طويلة عندك مشوار طويل ولازم يكون في عندك باب المفتوح لما يأكدوا أن المنتخب الأولمبي تابعت والمنتخب الأولمبي هاي ثالث مقابل إلو دائما بيجيب سيرة المنتخب الأولمبي فهل يعينه على بعض اللاعبين يعني هناك بعض المراكز في المنتخب الذي يلاعب بآسا سيغيره لا ما بيقدر أقول لك ليش دكتور حتى لو مهما كانت نوع فلسفته أنت اليوم فلسفة وعتك مبنية على منتخب المنتخب وصل وصيف بطل آسيا سوينا الأول مجموعتنا يبقى إحنا ما عنا أي شيء مشاكل في التشكيلة أو في النوعية اللاعبين أو بطلقة اللاعب ما بصير يعني يعني أنا بشوف اليوم بعدين أنت ما عندك وقت تغير وتبدل تسوي استراتيجية جديدة لمنتخب جديد لا ما بتقدر إحنا رحينا تصفيات كلاس العالم بعد شهر يعني شهرين خلي نقول شهرين أنت بشهرين تغير منتخب طبعا ضرب من المستحيل لأنك أنت داخل شهر تسحب مبارتين وإحنا اتفقنا دكتور وهون نفس المكان أنه لازم إحنا يعني القرعة خدمتنا الطريقة منتاز جدا نبدأ مع منتخبين حسب التصنيف خامس سادس لازم نأخذ ست نقاط سواء بره الأردن أو داخل الأردن لازم نأخذ ست نقاط فأنا الآن مش في مجال أسوي أغير وأبدل أقول عيني ومش عيني ومنتخب أولمبي إحنا لازم نكون عندنا إعداد المنتخب الأولمبي لازم نكون جاهز هذا أكيد مزلوط 100% صح ويوم خطواته القاعد بيسويها نحكيها سليمة 100% لازم تجميع المنتخب لازم تجميع المنتخب والسبب برضو أنه عندنا فترة فراغ فنية اليوم إحنا بفترة انتقالية بين موسم وموسم اللاعبين مش مجمعين اللاعبين لسه مش ماخدين أوضاعهم عنديتهم فلا قل المنتخب يتدرب مع المنتخب أنه يتدرب وكونوا جاهزين لعبين لأنك أنت عندك استحقاق تصفيات كأس العالم على مقربة من أنك تبدأ فيه فلذلك ما عندك فترة زمنية تسوي مرحلة إعداد بدل النادي لا يجوز ذا المنتخب دكتور إنه سووا مرحلة إعداد زي ما بسوها النادي بيخدب بكل إشي لازم المنتخب الوطني ياخد لاعب شبه جاهز فعفوا أنه أنت عندنا الموسم ما فيه في فترة انتقالية فليكن يسوي لهم معسكر داخلي معسكر خارجي يلعب مباريات هذا حقه والآن دي أنا شايفها كل ثلاثة داعنته داع المطلق والناس كلها وراه وإحنا كعليهم دعمين ومساندين والاتحاد وموفر له كل شي بدك معسكر في عمان بفندو خمس نجوم أهلا وسهلا وبأفهم فنازق العاصم عمان موجود كل شي الرعاية موجودة رعاية صبية صحية غذائية كلها متوفر للمنتخب اليوم انت راعي على تركيا دي لعب ثلاث مباريات يعني مجوز نوعية مبارياتي شوي مش كتير قوية لكن يعني هي مفروض انت تبدو مرحلت على هذه مباريات مستواها شوي أقل عشان انه ترفع تصاعد شوي شوي فلذلك خطوات هم تلعب مع عندي مع عندي يعني هلأ هي قناعات من إله لكن ما عندك الآن بدائل ده تلعب وده تشوف تشكيلتك ده تشوف فريقك ده تشوف لعيبة كيف بركزه يعني أنا هلأ مثلا بالمعسكر بالخمسة أيام تبعت عمان ومثلا إلى خمسة وعشرين شهر في تركيا هل الكابتن جمال السلام اللي يسوي جمل تكتكية محددة بأسبوعين صحبة دكتور صح ممكن يمكن بده حرك اللاعب اوكي لازم هو صح بيشتغل صح للأمان بيشتغل صح هو بيشتغل صح ما فيه اتنين بيختلفوا في الموضوع وبالعكس يعني أنا بتمنى انه نضلوا معاه اللعيبة لعبت المنتخب لغاية عشرة تسعة ما يروح الانديا ما يروح لا طب ما هو هذا اللي حكوه الانديا يعني هذا المحور الثاني اللي بدنا نفوت عليه ناشرنا لخبط الأمور اللي حكت فيه الانديا وقالت يا عمي أجلوا الدوري لما بعد الاستحقاف دكتور أنا 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 يعني من عبر الحصاد الرياضي أنا باقترح اليوم انه مش احنا كلياتنا مش بس الاتحاد كل أسرة الأردن كلها من جلال سيدنا لكل المواطنين احنا خلف المنتخب مية في المية احنا عنا حلم كبير كنا نروح للحلم هذا مع بعض يدا بيد ما في حدا رح يتجزع فلذلك أنا اليوم مع المنتخب والانديا مع المنتخب والإعلام مع المنتخب كلها مع المنتخب أنا باقترح اليوم انه لعيبة المنتخب يضلوا مع المنتخب لغاية عشرة تسعة رحنا عمبرتين خمسة وعشرة مزبوط اوكي بتخلص رجع اللعيبة عندهم استحقاق اللعبين مباشرة من 17 تسعة دورة أبطال آسل وحداته الحسين خلاص بلعبوا انت بهالفترة هاي تسوي الدرع بدون لعبتوا المنتخب حتى عادي اقول لك دكتور اليوم احنا دخلنا على المنتخب الاندي ودخلنا بالمنتخب مع بعض نكمل اه دكمل اوكي اوكي فانت اليوم ع المنتاج من قسقس فانت اليوم دكتور المنتخب هو أولوي للكل عشان بلاشي انا بحبش واحد يدخل من مزايدات لانه كنا منحب نفس الاشي كنا عنا طموحنا واحد دكتور بلاشي نجزل الأمور صحي هون كذا ومعسكر هذا ومعسكر لا احنا كلنا مع بعض ايدي بايد مع المنتخب روح كأس العالم 100% طيب هذا الحقي بتطلب انه نعطي كل نهاية كل الظروف للمنتخب الوطني منتاز خد لعبت المنتخب هاي من 30 لعب الان موجودين ماشي الاندي لسه اقول لك فريق الحسين بطل الدوري بتحداك زي بتعرفين انت رحت بالتدريباته والله ما حدا بعرف صحي بطل الدوري صح الوحدات بطل كاس السب بلاش تدريباته ولسه ما عندوش لعيبة لسه انت اولا مش متعاقد مع لعبتك وبنفس الوقت عندك لعبين جميعين مع المنتخب يعني انت ما عندكش وطر التحضير اصلا فلذلك انا بتمنى اليوم كاقتراح انه لعبت المنتخب بطلوا مع المنتخب ليلعب ومبارتين تصفيات كاس العالم وبعدين مرجو عائم ديتهم انت بالفترة هاي سوي الدرع احنا دائما الدرع منسوي دكتور اعداد تحضير تجربة لعبين تجربة جهاز بني تجربة يعني يعني عمرنا ما صوينا انه نبدأ دوري يعني صعبة شوي خلي مرحلة اعداد كاملة يعني حتى فنيا يعني انا ما بدي ادخل بموضوع فني لانا لا ادعى نفسي انها بس انا عنا خبرة بالاربعين سنة نعرف نحكي فيها يعني فلذلك انا بتمنى اليوم عتحات كرة قدر وانا متأكد كل الانديو كل الاعلام كلهم دامين مساندين لمنتخب خلي لعبت المنتخب ما يرجعوا خليهم مع المنتخب معسكرات داخلية خارجية انا بجسل الاتحاد الاتحاد بتمنى الي شاب بس الاندي هي اللي راح طب بيقول لك انا بدي اخلش دوري اه لا احنا اتفقنا دكتور انه ما تبدأ دوري ابدا درع ما هو ما بيصبط طب ندخل على المحور الثاني اوكي اليوم انت المدرب كابتن جمال السلامي بيقول لك بده انه اللعيب يخوضه مباراة تنافسية مصبوط بيقول لك بده دوري ثلاثة السلامي على الاقل هذا رؤية الكابتن جمال السلامي على حسب اتحاد كل قدم فيه رده على بيان الاندي بيقول لك لازم الاندي تلعب ثلاثة مباراة تنافسية قبل تصفيات كاس العالم ممتاز طيب الاندي هي اصلا واصلة مراحة تنافسية قبل الدوري ما راح تصلها عشان هيك احنا منقول خلي اللعيب معاك يا اخو انت لعبوا مباراة بدك اياه لعبهم مع منتخبات اوروبية افريقية ايش ما بدك سوي خليهم معاك ما ترجعهم على الاندي الاندي مش جاهزة وهي الاندي بتقول لك انا مش جاهز الاندي بتقول لك انا مش جاهز طيب ليش تقول لها انت جاهز ده تلعب دوري انا مش جاهز لا ماليا ولا اداريا ولا فنيا فلذلك يعني هي بدها مرونة وبدها حكمة وبدها بنفس الوقت رؤية الفنية تكون ناضجة صح بدها شوي من هون وشوي من هون طيب من كل تاك عزيقائي كيف ماشي فينا في هذا الفيديو وكانت مننا من هذا الفيديو يكوننا الإيجاد لكم أخليه بإعراضيك في تعليق لك ربارتاج وقل لكم بخوتي للإزاز تلعقوا في شي فيديو جديد موضوع جديد والسلام عليكم